ثم تخوف من انهيار وشيك قد يحدث لما تبقى من جدران المدرسة التي تعرض جزء منها لانهيارات سابقة قبل أقل من عام ظل تلاميذ هذه المدرسة يترقبون بحذر بالغ الحالة التي آلت إليها مدرستهم في منطقة ساكن طبيق بمديرية خنفر في ظل غياب الدور الحكومي وعدم النهوض بالمسؤولية في منح التلاميذ حقهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لم تمضي سوى سنة حتى انهارت الجدران الخلفية من المدرسة ولا يزال الحال كما هو عليه غريب لها 25 سنة على هذه الحال ولم نجد استجابة من أي منظمة حقوقية أو المسؤولين في المحافظة إلا في هذه الأعلى السنة التي مضت برعاية من الأخ المحافظ اللواء أبو بكر حسين حفظه الله تم شراء أرضية للمدرسة ولكن لم نجد الممول الرئيسي لبناء المدرسة أكثر من 300 طالب وطالبة بمراحل تعليمية مختلفة يفترشون الأرض في هذه المدرسة التي تمثل لهم الصرحة الوحيدة لحماية مستقبلهم من الضياع وعلى الرغم من التحذيرات بعدم صلاحية المبنى المتهالك الذي يشكل خطرا على حياة الأطفال بالإضافة إلى الخطر الذي يحيط بهم نتيجة وقوع المدرسة على مقربة من الطريق السريع للسيارات إلا أن الجهات المعنية والسلطات في المحافظة لم تحرك ساكنا حتى اللحظة أنه ما فيه أي حاجز للمدرسة من ناحية الخط أي سيارة من شر أي حاجة مردها إلى وقد حدث عوادث كثيرة للطلاب من السيارات المارة من الخط جعار إلى الحصول يؤكد الأهالي في منطقة ساكن طبيق أن السلطة المحلية في محافظة أبيان بادرت إلى شراء أرضية لإنشاء مدرسة جديدة في المنطقة لكن الإشكالية تكمن في عجزها عن تمويل المشروع الذي لا يزال ينتظر تدخل المنظمات الإنسانية في المساهمة بتنفيذه حفاظا على حياة التلاميذ وسلامتهم لطف إبراهيم بناتو بلقيس أبيان اشتركوا في القناة